بسم الله والصلاة والسلام وحسول الله صلى الله عليه وسلم ان شاء الله من اليوم معدنا مع درس جديد من دورة اوتوب لي ميديا ستوديو الاصدار الثامن تحت رعاية موقع وقف الله بكم اخذنا الدرس اللي فات نموذج على كيفية تغيير اسم السكشن نفس اللي هينقاسم على تغيير اسم السكشن هينقاسم برضو اخوانا على تغيير اسم اه الو tribut او بسموه تمام الذي هو اسم الايه اسم النام يحمل لنحن عملنا ملف اي ان اي كده تعالوا الاول نقول لغة ستور لنحن عملنا ملف اي ان اي كده وقلت له مثلا ده مثلا ستودينت اخذنا الدرس اللي اختار الخصصيات، نغير اسم السلم اخذنا درس اللي اختار اسم القيمة كما لا يختلف بالعكس بأنه أسهل كتيراً سوف نفتح ونحفظ الأول ونقال معكروسوفت مائكروسوفت مائكروسوفت حفظ باسم على سطح المكتب نسميه مانجح حفظ بالفعل على سطح المكتب سوف نفتح برنامج سوف أعود أي زرار كده هنا بقى هبدأ مش في الجلوبال وغير الخط خليه 14 خليه 12 افضل كده تمام هنا كده يا اخوانا مهمتي اني عايز اغير عايز اغير الاسم نفس ما احنا عملنا ده نفس ما احنا عملنا في الستودنت عايزين نغير اسم النيم خلي ده ما اسم ايه استودنت نيم كلمة استودنت نيم بدل كلمة نيم سهلة جدا هتروح لنفس الاسم ده اهو هنقول له هنا بقى هتجيب القيمة مرة واحدة هتجيب القيمة دي هتجيب الايه القيمة دي تمام طبعا انا مش اقوم بنفس الطول اللي احنا عملنا اللي مرة اللي فاتت خلاص احنا بس هنركز عليها شوية هنقول له هتجيب القيمة هيقول لك هات الملف اقول له على دسكتوب دسكتوب فولدر هتلاقي ملف اسمه داتا بيز دوت اي ان اي هتجيب منه هتطلب مني اسم السكتشن هقول له اسم السكتشن الموجود ستودنت ستودنت هيؤذ مني طبعا ستودنت هتطلب مني اسم داتا نيم هقول له النام ده طبعا هجيب لي القيمة ابدأ احطها اقول له كده دوت وهي هي بالظبط بس هتطلب مني هنا خانة زيادة هقول له احط الاسم الجديد هنا هتبقى ستودنت نيم كده طبعا هتطلب مني قيمة القيمة اللي انا هاخدها من هنا هحطها هنا هستقبل قيمة مثلا خلاه مثلا سترينج مثلا ايه وخلاص وفي نفس الوقت احط ده احطه هنا او حضرتك عايز تاخد كل ده اللي بيساوي الستي ار هنا هتحط تمام كده يغير وبالتالي انت ممكن تقول له ايه في الاخر تقول له اي ان اي فايل دوت ديليت فاليو هيتطلب منك اسم القيمة هتدي له ده كده بالظبط تمام لانه بالفعل بيطلب منك كده من المرة اللي فاتت بالظبط ومش نفس اللي انا قلناه بالظبط المرة اللي فاتت كان اصعب شوية المراضي شبيه منه شوية بتجيب القيمة وبرضو بتخزنه في متغير جديد تشغيل احسن طبعا احسن فتحت ايضا احسن ان احسن خطأ بدلت بقيمة بصدق حافظ اضعط عديد لانيا هنا احسن خطأ نقوم بتجيب القيمة ونقوم بالظبط ونقوم بخطأ خطف الكود سيأخذ الاسم ونضع الاسم ونضع الاسم ونضع الاسم ونضع الاسم ونضع الاسم ونضعه فقط متأكد ونضع الاسم هنا الخطأ انا عملته مساحة لا انا امسح النيم لا انا امسح النيم وده كان الخطأ عندي ادف خمسة طبعا لو ضغطت هنا واجه اعمل لها قولي لود في تغيير حصل فبالتالي بقى اسمه ستودون تنين طيب ده كده ملخص للي قلناه المرة اللي فات بصورة طيب بفرد بفرد انا اتعاد قبل من الستودينت عندي سكشن معين اتعاد منه قبل او عندي فاليو معينة اتعاد منها قبل السكشن نفس ما نقلناه المرة اللي فاته ها اعمل ايه حتى انا اخد قبل من السكشن ده قبل من السكشن ده بسهولة جدا ها اتعمل ايه هيدخل لإسم جديد يعني هي هي لو انت تبعت الحلقة اللي فاتت كل لها هتعمل هي هي بنفس كل شيء الا الخطوة الاخيرة وهي انك تمسح الملف الايه الاخير نشوف هل الملفين شبه بعض؟ اه مش شبه بعض تمام الفرق الوحيد بينهم يا اخوانا كان ايه؟ ان انا باجي في الاخر واقول له سيكشن دوت دليت تمام؟ اول اسبك مني عملت في الفيرش والماشين اللي شغال فيها نزلت نسخة ايه؟ فلالاسف ضعيت الاسب في الكوت حتى الكوت ضغمش مشكلة ممكن بنتبه تاني من الحلقة موجودة لكن دلوقتي هو هو عشان تاخد قبيل من سيكشن ده سيكشن تاني بنفس المحتويات تمام؟ بنفس المحتويات او ممكن تغير فيها عادي افرض مسلا عايز نفس الستوديونت ده هو هو لو بفرض اللي هنا فيه عندي مسلا ايج لو عندي هنا بيانات تانية بيساوي مسلا تمنتاشر ولا يكون كده كده ايج بيساوي تمام او عشرة مسلا عايز كل دول هم هم يجوا هنا بس ده بيبقى باسم استوديونت اثنين وده يبقى تسعة بسهولة هتعمل هي؟ هتاخد من ده قبيل اول تمام؟ نفس الدلالة اللي احنا عملناها الدرس اللي فات لكن هتشيل خطوة او الايه السطر الاخير من الكود مش سطر اخير لا سطر الاخير من فن فن واحد اثنين تانتا كده لا سطر اخير اللي هو الايه السطر اللي هو ايه بيمسح الكود بيمسح السطر اللي احنا كتبنا فيه سيكشن دوت اي انايف فايل dot section دوت سيكشن دليت سيكشن وتديه اسم الايه السيكشن القديم لأ ده مش هنمسح هنخلي الاتنين تمام؟ سم تيجي في السيكشن ده تغير قيمة تجعلها قيمة الجديدة التي تريدها نفس الحكاية أيضا إذا كنت تريد أن تأخذ دقة بها سأتحدث بها إذا كنت تريد أن تأخذ هذا الوضع هذا الوضع أو هذا الوضع بسهولة جدا تأخذها لا يوجد أي مشكلة كل هذا يسمى كل هذا يسمى هذا الوضع هذا الوضع إذا كنت تريد أن تأخذ هذا الوضع بسهولة جدا تقول له تأخذ هذا الوضع وتخزنه باسم جديد مثلا H2 وترى أنه موجود الأول أو ليس موجود لكي لا يحدث لك يبقى بسهولة جدا وأيضا سنأخذ أمثلة إن شاء الله مع بعض أن نحن نطور نفسنا في ال-INI مقواد البانات عموما القسم الأول INI إن شاء الله سوف ندخل XML وآخر إن شاء الله هذا كان بسيط لكن أيضا حبيت أذكر نقطة التي يمكننا أيضا نأخذ copy من الملف طبعا بسهولة وستودنت 2 غير الإسم بقى كابسلوك تمام إن شاء الله سنأخذ في الأمثلة أمثلة القادمة تطبيقات أكتر بحيث نفهم ال-INI أكتر ونثقل نفسنا فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر